السلام عليكم ازايكم عاملين ايه? ان شاء الله النهاردة جايبا لكم وجبة حلوة جدا. كأننا قاعدين في المطعم بالزبط. آآ طعمها طعم المطاعم. وتجديد كمان في اكلنا. آآ لو عندك ربع كيلو بنية هتقدر تعملي به الوجبة بتاعتنا دي النهاردة. وجبة متكاملة خضار والحوم وكمان آآ رز معمر يعني حاجة كده ملوكي زي ما بيقولوا. طبعا البنية بتاعنا حسب الكمال اللي عندك لو عندك ربع كيلو هتقدر تعملي بيها الوصفة بتاعتنا. يضوبك انا تبلت البنية بمالح وفلفل اسود. وهجيب طاس على النار وابدأ ان انا احط فيها كده البنية يضوبك اشوحه انا عايز هياخد بس لون خفيف مع آآ طعم المشوي شوية. وبعد كده هقلبه من الناحيتين وخلص كل الكمية بنفس الطريقة. وبعد كده الصناعة اللي انا هعمل فيها طاجن الخضار بتاعي. آآ الخضار اللي عندك طبعا آآ ده اختياري. انا كان عندي بطاطس بدأت ان انا اقطعها مكعبات كده. يعني اضوبك آآ اربع حبات من البطاطس. قطعتوهم مكعبات وكمان الكوسة كان عندي كوسة برضو. بدأت ان انا برضو اقطع حلقات كده مع البطاطس. طبعا انت لو عندك اي نوع خضار تاني عايزة تبديليه ولادك مش بيحبه اي نوع من الانواع دي ممكن تبديليها. ممكن تحطي آآ فاصلية ممكن تحطي بسلة اللي انت عاوزة تحطيه حطيه. زي ما انت شايفة كده بدأت ان انا اخلص كل كمية الخضار اللي عنده. قطعت اهو الكوسة والبطاطس. وعندي قرنفلفل كده. يضوبك يعمل لي سنة بقى ايه آآ يعني يكون مشط شط شوية. قطعت واحد وحطيت واحد سليم. وعندي برضو حوالي آآ خمسة مطميات قطعتوهم شرائح كده على الوش. انا عايزة الخضار بتاعي يكون يعني يناشف شوية ما يكونش آآ في صوص كتير يعني. آآ بعد كده البهارات بتاعتي برضو بسيطة جدا يضوبك معلقة ملح وكمان آآ شوية فلفل اسمر كده. واستمع بهارات وشوية كمون. هي دي كل بهارات اللي انا حطتها على الطاجن اللي انا عملته ده. وما ننساش البصلاية انا كنت هنساها بس افتكرتها في الاخر يعني وقطعتها على وش الطاجن كده برضو. بصلاية برضو نقطعها كده حلقات. وانت ببلها مع باقي الخضار بتاعنا. طبعا الطاجن ده آآ انا عامله ناشف وقصد ان انا هو ان هو يكون ناشف يعني يضوبك الخضار ينزل بس كل المية بتاعته. آآ في بعضه يعني انا حتى ما زودتوش مية يعني دوبك ربع كوبات مية بس ما زودتش اكتر من كده. وطبعا حطينا هو البانيل اللي احنا شوحناه كده في الطاصة على الوش ونغطيه وندخله على الفرن على طول. تعالوا بقى نعمل الطواجن الرزم عمر جنب الوصفة الحلوة اللي احنا عملناها دي. وهنجيب الطواجن بتاعتنا ونحطه في كل طاجن كوباية من الرز المخصول وعليها معلقتين من الزبدة البلدي كده. وكمان رشة ملحة خفيفة لان احنا بنعمل الرز المعمر بتاعنا حادق جنب الخضار. آآ وبعد كده عندنا بقى آآ الحليب آآ انا الحليب بتاعي كان مليان قشطة بصراحة فما احتاجتش قشطة يعني نحط على الوش. آآ حطيت كده غطيت الرز بالحليب وقلبتهم كويس جدا مع الزبدة. آآ زي ما انتم شايفين مش محتاج اشتخالص. وهدخل على الفرن على طول يدوبك يستوي وياخد لون وهطلعه على طول. وبعد كده طلعنا كده طاجن الخضار بتاعي. بصوا خلاص كده اعتبر انا بشوف بس الخضار استوى ولا لأ? لو استوى خلاص. يبقى كده تمام. آآ خلصنا يدوبك بس هدخل على الفرن ياخد لون للبني وهطلعه على طول. كده خلاص واجبتنا كملت معانا طلعنا كمان طواجن الروز المعمر. جنب آآ طاجن الخضار مع البني. آآ بنغرف اهو الروز وزي ما انتم شايفين بصوا الروز تحس ان هو مفلفل خالص لاني مكنتش مزوداة حليب قوي يعني عشان ما يطلعش معجن معي. وبنغرف بقى الخضار كمان مع البني. يعني وجبة متكملة. آآ ياريت تجربوها وتقولين ان شاء الله رأيكم في الكومنتات. دي كانت وصفتنا النهاردة. وصفة سريعة وبقى اقل مكونات. يا رب يكون عجبتكم. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي والسلام عليكم.